قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتوقع لقاء الزعيم الصيني تشي جينبينغ في وقت لاحق هذا العام رغم توجيهه سلسلة من الانتقادات في مناسبات عدة لبكين وعقد بايدن أول اجتماع له كرئيس مع تشي في نوفمبر العام الماضي في بالي حيث اتفق على العمل معا لإزالة التوترات بين البلدين كما يعتزم بايدن دعوة تشي في نوفمبر القادم إلى سان فرانسيسكو عندما تستضيف الولايات المتحدة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم الصين